طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من موقع المشاهد نت فريق فني يبدأ العمل على إصلاح كابل بحري تسبب بانقطاع الأنترنت في اليمن موقع الصحوة نت يتحدث عن الأمن الوقائي الجهاز الحوثي السرية الأكثر نفوذاً ومن أخبارنا المنوعة لاجئة بوسنية على رأس وزارة العدل النمساوية أهلاً بكم بعد أسابيع طويلة من الانتظار أخيراً كما قال موقع المصدر أونلاين بدأ فريق فني تابع لشركة جي اس اكس بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري فالكون بالقرب من قناة السويس بعدما تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ شهر كامل مصدر في شركة الاتصالات اليمنية اليمن قال إن الشركة تلقت إيميلاً من الشركة المالكة للكابل يؤكد أصول السفينة وعلى متنها المهندسون لموقع القطع في قناة السويس وأضاف المصدر أن إيميلا الشركة أيضاً أكد أن الفريق بدأ بالعمل على إصلاح القطع الذي تسبب في فقدان اليمن ثمانين في المئة من الساعات الدولية للانترنت منذ التاسع من يناير يعيش اليمن انقطاعاً شبهة تام لخدمة الانترنت بسبب قطع الكابل البحري المزودي للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة وفي أواخر يناير الماضي قالت الشركة اليمنية للاتصالات إنها تلقت تأكدات من الشركة المالكة بأن عملية إصلاح الكابل ستتم في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الرئيس والتنفيذي لشركة اليمن الدكتور علي ناجي نصاري نفى أن يكون سبب الانقطاع هو تقاعس الشركة عن سداد ما عليها من التزامات للشركة المالكة للكابل فالكم لا قدا ستاء في الثورات تحت هذا العنوان كتب المصري سيف الإسلام مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفاً في فقرات من المقال لعل من سمات الثورات العربية بموجتيها أنها لم تخلع ثوب القداسة على شخص أو حدث بقدر ما قدست حق الشعوب في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية بل أذن فعل الثورات العربية للشعوب بإزاحة ثوب القداسة عن طغات وعن أنظمة عاشت تزييف شرعيتها بسرديات تاريخية زائفة تنهب ثروات الشعوب تسطو على كنوزها باسم شرعية الأمن من الخطر المحدق من عدو لا يستطيع أن يطلق عليه رصاصة واحدة مما يطلقها على شعبه أو الدين العاصم الذي يمنحه احتكاراً لسلطة ورثها أو الوحدة الوطنية المزعومة والمعلقة على وجوده فتحت الثورات العربية خزائن الأسرار وكشفت عورات مثقفين وأكاديميين ومدعين لم يجدوا لأنفسهم مكاناً وسط الحشور الهاتفة وأسقطت ثوب الكذب والمخادعة ممن عاشوا يمثلون دور الأبطال والمناظلين وأحياناً الضحايا ثم تبدلت جلودهم مع قبات وموائمات لم يقدروا على مقاومتها أو رفضها بعد أن تبدلوا عند البلايا وكشفت الأزمات صدأ أخلاقهم وحقيقة ما يكنون أظهرت البلايا مثقفين وكتاباً وأكاديميين ونشطاء وربما أصحاب دعوات التظاهر أحياناً بهشاشة مبادئهم وركاكة أفكارهم وظهروا لمن سار خلفهم على غير ما أظهروا وأصابوا بمن تأثر بهم بنار الشك في الثورة ومطالبها للأسف الخذلان وفقدان الثقة في نخب كثيرة كشفت اختبارات الثورة زيف ما يظهرون في كتاباتهم وحاديثهم الثورة فعل كاشف فضح لكل ستر مزيف يخدع الشعب وكما كانت الثورة مسقطة لسرديات الأنظمة عن نفسها وعن أحداث أكسبتها شرعية اعتلاء العروش والاستبداد بالشعوب فضلا عن خزينة الأسرار التي فتحها المنشقون عن الأنظمة في دول الربيع العربي فقد أزالت الثورات رطاء القدسية وتركت الحوار والنقاش سبيلا لبحث حقيقة سرديات الأنظمة التي عاشت تنصب نفسها على الشعوب بتزوير التاريخ أسسه زعيم الجماعة في صعدة من عناصر شديدة الولاء له قبل أن يتوسع جغرافيا إلى صنعاء وكل المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعة بعد اشتياح العاصمة صنعاء وفقا لموقع صحوانت الأمن الوقائي الجهاز الحوثي السري الأكثر نفوذا ووصف أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابع لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن جهاز الأمن الحوثي السري المعروف بجهاز الأمن الوقائي بأنه يعمل خارج الهياكل الأمنية المعروفة يتبع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة وذكر التقرير الأممي أن الأمن الوقائي الحوثي يقوده أحد أكثر الشخصيات الحوثية قوة لكنه لم يشر إلى اسم الشخص في التقرير ووضح التقرير أن عمل هذا الجهاز الحوثي ينصب على ضمان عدم فرار مقاتل الجماعة من الجبهات واعتقال قادة الجماعة ومسؤوليها المتهمين من قبل زعيم الجماعة استضافت جمهورية السودان اللاجئين اليمنين وغيرهم من العرب والأفارق الذين تدفقوا نتيجة الحروب التي تشهدها بلدانهم إذ استقبلت خمسة آلاف وخمسمائة لاجئ يمني من بداية الحرب بحسب إحصائية معتمدية اللاجئين في جمهورية السودان لعام 2019 وعنون موقع المشاهد نت تعقيدات الإقامة والعمل تفاقم معاناة اللاجئين اليمنين في السودان وأكد مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة لأشئون الإنسانية في حديثهم لوسائل علام سودانية أن السلطات استقبلت اليمنين دون تأشير الدخول لكن ظروف اللاجئين اليمنين ازدادت سوءا على كل المستويات بحسب مسؤولين في لجنة متابعة اللاجئين اليمنين في السودان يقول عبد السلامي عضو اللجنة الرقابية لمتابعة أوضاع اللاجئين اليمنين في السودان إن اللاجئين اليمنين في السودان يعانون مشاكل متعددة أبرزها عدم قدرتهم على الدخول في سوق العمل بسبب تعقيدات الإقامة وقوانين العمل وخصوصا التي تم استحداثها مؤخرا ووفقا للموقع لقد تم أو لم تقدم مفوضية اللاجئين أي مساعدات طبية أو مالية رغم حصول الكثير من اللاجئين على بطاقة المساعدات ولكن دون مساعدات رياض الأسئلة الحائرة تحت هذا العنوان كتب فضل مبارك مقاله الذي وضع فيه مجموعة من الأسئلة التي تشغل الشارع في عدن وأضاف بدءا لابد من التأكيد على أن اتفاق الرياض شكل حلما للناس الذين علقوا عليه آمالا عريضة للخروج من عنق الزجاجة الذي وصلنا إليه في إطار أزمة كرة الثلج المتدحرجة ولذلك فإن كثيرا من الأسئلة تبرز وتبقى حائرة في سياق هذا الاتفاق ومضمونه وتداعياته وسبول تحقيقه على الأرض الحرب التي نتج عنها اتفاق الرياض لماذا اندلعت أساسا ومد استفادة الطرفين المتحاربين من نتائجها وهل أضافت رصيدا إلى ملف القضية الجنوبية واستعادة الدولة التي قيل إن الحرب قامت لاستحقيق هذا الهدف وهل خسرت الشرعية شيئا من رصيدها أو وضعها جراء ذلك وماذا عن مئات القتلى والجرحة؟ هل ما أنجز وتحقق ولو في حدوده الدنيا يستحق هذا الثمن والتضحية؟ وفي حال إطالة زمن عدم الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق إلى ماذا يمكن أن يفضي الأمر؟ هل تنزع أصابع الطرفين من على الزناد في أكثر من موقع ومكان؟ أم أن عدم الإسراع بالتنفيذ قد يؤدي إلى خوض جولة أخرى قادمة في ظل عملية الشحن الإعلامي والتحريض؟ وإن جرت لا سمح الله من المستفيد؟ وما هو الهدف؟ وكيف يمكن تصور نتائجها وتداعيتها؟ وهل المملكة السعودية باعتبارها الراعي والضامن والطرف الرئيس الفاعل على الأرض في هذه الأحداث؟ ومن بعدها دولة الإمارات غير قادرتين على رفع العصر في وجه الطرف المعرقل والمعيق وإلزام طرفين اتفاق الحكومة والانتقالي بتنفيذ التزاماتهما؟ ولا أي مدى يبرز الدوران السعودي والإماراتي في العرقلة والدفع بالطرفين إلى عدم التنفيذ؟ وأي مصلحة تطغى على الأخرى في سياق هذا الاتفاق؟ أكان بالتوقيع عليه أو تنفيذه؟ مصلحة جول التحالف وتحديداً السعودية والإمارات؟ أو مصلحة الحكومة والانتقالي؟ وهل حضرت في هذا الاتفاق مصلحة الوطن؟ هبطت في الأردن طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها مرضى يمنيين تضيف صحيفة العرب الجديد إن هذه هي الرحلة الثانية التي تصل هذا الأسبوع إلى العاصمة عمان من صنعاه في إطار عملية الجسر الجوي الطبي للأمم المتحدة ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني قال في بيان الله إن هؤلاء بعض من أوائل المدنيين الذين غادروا اليمن منذ بداية الأزمة وهو مؤشر على حقبة جديدة من الأمل بالنسبة لليمنيين أضاف أن هناك ستة أطفال أوائل المرضى نقلوا جوا من اليمن في عملية الجسر الجوي الطبي أجريت للعديد منهم بالفعل عمليات جراحية ناجحة وهم في حالة معنوية جيدة ومن خلال الرحلة الجديدة انضم إليهم 22 رجلا وامرأة وطفل يبلغ العدد الإجمالي للمرضى اليمنيين في الأردن 28 مريضا وبحسب البيان نفسه فأن هؤلاء المرضى هم جزء من مجموعة خاصة من اليمنين المصابين بأمراض مزمنة الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه في داخل اليمن ومن المقرر أيضا أن تتجه رحلة ثالثة إلى العاصمة المصرية القاهرة انطلاقا من اليمن في الأسابيع المقبلة هل يهدد كورونا السيد الرئيس؟ يتساءل غسان شربل في مقاله المشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في الليل يتمشى وحيدا في مكتبه الفسيح لم تأتي الطعنة من رفاقه في الحزب حيث لا يجرؤ أحد على رفع سبابته ولم يتمرد أحد من الجنرالات الذين زين صدورهم بالأوسمة والميداليات فهم يعرفون الثمن ألد الأعداء سوء الحظ أن تأتيك الضربة من حيث لا تتوقع وإن يكون عدوك شيطانا مجهولا بلا عنوان معروف لا جدوى من تعبئة الحزب ضده أو إطلاق الجيش الجرار في وجهه كان كل شيء مستتبا والحلم الصيني يتقدم وفق الخطة المرسومة وبدقة ساعة سويسرية نجى من الامتحانات الأخيرة يتمشى واحدا في مكتبه أبلغ شعبه والعالم أن بلاده قادرة على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تم استنفار كل شيء الجيش والحزب والكوادر الطبية والمختبرات والعلماء لكن ماذا سيحدث لو تفشى الوباء مثلا في شانجهاي المدينة التي تضم 25 مليون نسمة مع ما تعنيه لسكانها وللعالم ألمته تقارير لم يكن يتوقع أن تزور مكتبه أهان بشوارعها الخالية وسكانها المذعورين في منازلهم أعداد الوفيات اليومية وأخبار ظهور فيروس كورونا في ثلاثين دولة قيام دول كثيرة بإجلاء رعاياها ومناشدة مواطنيها عدم زيارة الصين انطلاقا من مشكلة صحية تم وضع النظام على المشرحة في أكثر من عاصمة أخطر هذه الأسئلة هو ما إذا كان يحق للعالم أن يترك نفسه تابعا للمصنع الصيني أم لا خصوصا بعدما أظهر الحدث الأخير مدى الترابط بين أحوال أحياء القرية الكونية ومدى تدخل المصائر بين الدول القريبة والبعيدة وهل تستنتج بعض الدول ضرورة التنويع بدل الاعتماد على مركز واحد تقريبا خصوصا إذا كان هذا المركز محكوما بآلة حزبية ودعائية قادرة على إخضاع الوقائع والأرقام لمعالجات سرية حرصا على صورة النظام الأكيد أن التنين الصيني أصيب بضربة قوية ومكلفة ألد الأعداء سوء الحظ لا يمكن حتى الساعة ضبط حدود الخسائر ولا يمكن التكهن بما ألحقته المأساة بصورة السيد الرئيس ونظامه المصادق من أصول بوسنية هاجر والدها من البوسنة إلى النمسا عام 1994 هربا من الحرب وكان عمرها أنذاك عشرة أعوام ولكنها الآن وزيرة للعدل في البلد المضيف وعنونا موقع البي بي سي اللاجئة البوسنية السابقة على رأس وزارة العدل النمساوية والوزيرة الجديدة محامية حقوقية بارزة تبلغ من العمر 35 عاما وهي واحدة من أربعة وزراء من الحزب الأخضر انضموا إلى حكومة كروز في الرابع من فبراير درست صادق القانون في فيينا وتدربت فور تخرجها في المحكمة الجنائية الدولية وصادف التدريب وقت المحاكمات المتعلقة بيوغسلافيا السابقة ويشن الإعلام اليميني المتشدد حملة شرسة ضد صادق بسبب أصولها العرقية وخلفيتها الدينية وانتشرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع إرهابية في منصب يتعلق بالأمن الداخلي وذهب تعليق آخر إلى التهديد بالقتل وبأن رصاصة تنتظرها وذكرت تقارير إعلامية أن المصادق لا تقترب من النافذة خشية من تعرضها للاغتيال وأن ثلاثة عناصر من قوات كوبرا عالية التدريب يلازمونها طوال الوقت أثناء رحلة القطار من ميونخ إلى فيينا قامت مفتشة التذاكر بعملها المعتاد فصادفها شاب لا يحمل تذكرة وهذا ليس جديدا عليها الجديد أن الشاب رفض شراء تذكرة وعندما حضرت الشرطة رفض الكشف عن هويته بحجة أنه الرب وعنون موقع دي دابليو شاب زعم أنه الرب رفضا أو رافضا الكشف عن هويته فدخل السجن أمام رجال الشرطة لم يتمتع الشاب المسافر بلا تذكرة بالحكمة لدى سؤاله عن هويته وأخذ يسب الموظفين بعبارات مسيئة ولم يخرج مستندات هويته مشيرا إلى أنه الرب وأنه لا يجب عليه أن يفعل ما تطلبه منه الشرطة وأن الشرطة لا يمكنها أن تقول له شيئا الشرطة قامت بإحالة القضية إلى المدعي العام الذي طالب بإجراء محاكمة عاجلة لمدعي الربوبية في المحكمة الابتدائية بروزينهايم والتي فرضت على الشاب غرامة مالية قدرها 1200 يورو ولأنه لم يستطع دفع المبلغ المطلوب عليه الآن أن يقضي 120 يوما في الحبس محاربة الأوبئة من مهمات الجيوش تحت هذا العنوان كتب القائد السابق لحلف الناتو جيمس ستار فريدس ومقاله المشهور في بلومبرغ متسائلا هل نواجه اليوم وباء جديدا على غرار الانفلونزا الإسبانية التي أصابت منذ قرن مضى ثلث سكان العالم وبلغ معدل الوفيات بين المصابين بها 20% ربما لا لكن إذا تفش مثل هذا الوباء أو أي وباء آخر مستقبلي على الساحة العالمية فإن المؤسسات العسكرية العالمية سيتعين عليها الاطلاع بدور رائد في جهود احتوائه وباعتبار قائد القيادة الأمريكية الجنوبية توليت الإشراف على إجراءات الاستجابة لحالات عدة من تفشي وباء الكوليرا في هايتي والذي يسهل احتوائه مقارنة بفيروس كورونا لكن تظل الحقيقة أنه أصاب أكثر من نصف مليون من أبناء هايتي ولقي قرابة عشرة آلاف مصرعهم في أعقاب زلزال 2010 واطلعت القوات الأمريكية وشركاؤها من الدول الحليفة بدور محوري في وقف تفشي المرض وتمكنت القوات الأمريكية التي عملت بالتعاون مع نظراء من البرازيل وتشيلي تمكنت من معالجة المياه وتوليد الكهرباء وتحقيق مستوى أساسي من النظام والاستقرار بين المدنيين ولم يكن باستطاعة أي وكالة مدنية تحقيق ذلك بالنظر إلى حجم الأزمة الطارئة لا يمكن لدولة بمفردها هزيمة الفيروسات ولكل دولة على وجه الأرض مصلحة أصيلة في هزيمة الوباء ومن الممكن بسرعة إقرار جهود تخطيط وتدريب وعمليات بين المؤسسات العسكرية بالنظر إلى أن هذه المؤسسات حتى المتعادية منها تعد تكتيكات العملية والتكنيكيات والإجراءات الخاصة فيما بينها اليوم لا نملك مكافئة لمنظمة الناتو في مواجهة الأوبئة لكن حال تفاشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي بصورة خطيرة فإننا نحتاج إلى منظمة بهذا الشكل وهذه جهود سترغب وتحتاج الولايات المتحدة ودول أخرى شريكة مثل روسيا والصين والهند بل وحتى ربما كوريا الشمالية التعاون فيما بينها بخصوص هذه المنظمة فن الرسمي على الجدران لتزيينها بالكثير من الجمال تحول إلى صور نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية نتابع اشتركوا في القناة الكاريكاتير الكاريكاتير فن طوع الفطوطة لتصنع رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية نتابع جزءا من ذلك ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشهركم على المتابعة وإلى اللقاء